موسيقى بسلام الخير يا عزائي المشاهدين في مصر وفي كل مكان لقاء جديد متجدد مع حضراتكم يوم الأربعاء أربعة عصرا مع مدين المستشفى مدين المستشفى خصص أربع حلقات لأحد النعم التي أنعم ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان بها وهي نعمة السمع ربنا سبحانه وتعالى حط في الإنسان خمس حواس كلهم حواس مهمة جدا في حياته ومؤثرة جدا في كل انفعالاته وتحرقاته وحياته اليومية حاسة السمع والإبصار حاسة الشم حاسة البصر أحد الحواس الهامة جدا الحواس الشم التزوق كل دي خمس حواس مهمة جدا جدا للإنسان النهاردة خصينا حلقتنا عن حاسة السمع مشرفني في مدينة الإنتاج الإعلامي وفي برنامج مدين المستشفى فضيلة الشيخ محمد حمودة من علماء الأظهر الشريف مشرفاني كمان في الفقرة التانية الدكتورة راند زافر استشاري السمعيات بمستشفيات الشرطة حديثنا هيكون عن نعمة السمع عن الإنسان للتواصل معانا التليفونات موجودة زي منوهنا في الحلقة السابقة الشركات الرعية للبرنامج بتقدم دعم لضعيف السمع من خلال البرنامج يستطيع الحصول على سماعة طبية بتصل الخصم إلى أكتر من 50% وأحيانا تصل إلى تسليم السماعة الطبية مجانا أتمنى حضراتكم المشاهدين اللي بيسمعونا ومتابعينا يكونوا متواصلين عشان يحصلوا على سماعة أو معينة السمع لضعيف السمع أو فاقت الجزء من سمعه نوارت الستيديو معالي فضيلة الشيخ محمد حمودة أهلا وسهلا بحضرتك شرف كبير لموديل المستشفى إن ساعات تكتبوا معنا النهار وشرف للدكتور محمد حمود أني يقعد قدام حضرتك في هذا البرنامج الممتع النافع وأسأل الله أن يعينك وأن يديمك وأن يبارك في مشاهديك وأن يجعلك عونا لهم إن شاء الله ربنا خليك يا دكتور دكتور أنا عايز عليك تحدثنا عن نعمة السمع عند الإنسان وأنا أعلم تماما مدى بحر علم حضرتك وفضلتك حديث نستطيع منه الاستفادة من المحافظة على هذه النعمة التي ربنا سبحانه وتعالى من عليها للإنسان الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على هداه واتبع ملته إلى يوم أن يلقاه أهم شيء عندنا في الدين يا دكتور خالد ما يسمى العقيدة الدين الذي يتدين به أي نوع من الديانات الثلاثة هو عبارة عن عقائد وعبارة عن عبادات ملهمش ثالث الإنسان عنده عقيدة ويخدم عليها بالعباد يصلي لعقيدته في أن الله موجود يصوم لأنه رب العباد سيجازيه بذلك طول محمد أساس محاك بس طلبين مني في الهوى فاصل قصير جدا ونعود بإذن الله لحضراتكم ونستمتع بحديث فضيلة الدكتور الشيخ محمد حمود فاصل قصير ونعود لحضراتكم اشتركوا في القناة مع فضيلة الدكتور الشيخ محمد حمودة من علماء الأسر الشريف يستكمل حديثه الرائع عن نعمة السماء عند الإنسان فضل مولانا فحضرتك كنا بنتكلم قبل الفاصل أن ديننا مكون من شيئين من عقائد ومن عبادات وأي دين في الدنيا مكون من هذا طيب نيجي عندنا العقائد لها أقسان العقيدة إما بتتكلم على الإلهيات يعني مين هو ربنا بنعبده ليه وصفاته أسماءه وكل ذلك القسم الثاني النبوات اللي بتتكلم على الأنبياء القسم الثالث وهو الأهم ما يسمى بالسمعيات ما هي السمعيات كل ما يحدث في العالم الآخر وجاءنا سمعا من الأنبياء والمرسلين ومسمد في كتاب الله ومدار الإيمان أو تلت الإيمان هنقول الكلمة تلت العقيدة هي في السمعيات أن الإنسان ممكن يصلي ويصوم ويفعل الخير ولكنه يقول وأنا لا أؤمن بأنه في عذاب في الآخر ولا أؤمن بأنه هناك كذا إذا ما كفر بالسمعيات نعوذ بالله من ذلك فإيمانه فيه شك يبقى أول حاجة عندنا تلت العقيدة سمعيات وجاءتنا عن طريق الأزم طيب نيجي الحاجة تانية رب العباد سبحانك وتعالى القرآن الكريم تيجي حضرتك في آخر المصحف تجد فيه هذا الكلام ولا يتلقى هذا القرآن إلا عن طريق المشافهة من المشايف سبحان الله يعني خلاص أنت عندك نعمة البصر نعمة البصر تستوجب أن أنا أمسك المصحف وأراء كل من تعلق يقولوا كده عندنا في الأمثال الشرعية يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي الكلام قد يكون صعب على الناس العادين قدامنا لا تأخذ العلم من صحفي أي من اعتمد على الكتاب فقط ولم يعتمد على المعلم ولا المصحف من مصحفي وإوعى تحفظ المصحف عن طريق واحد كل مستنده في إراءة القرآن الكريم المصحف ولم يسمعه من المشايخ يبقى لازم القرآن الكريم أول درس فيه وآخر درس فيه والدرس الأوسط فيه أن حضرتك تععد تحت إيد شيخ ويقولك دي تنطأها بالطريقة الفرنية وأنت أخطأته وأنت وكل من قرأ القرآن الكريم لوحده زي المطرب اللي عاجبه صوته لا عرضه بقى على بليخ حمدي ولا عرض صوته على حلم بكر ولا عرض صوته على واحد من الملحنين العظام فده طبعا هيقولك أنا أحسن واحد في البلد وده اللي بحضرتك بسمعه في المهرجانات بسمعه في الكلام ده المشكلة الأبدية فإذا السمع هو أداة ضبط النطق ولذلك الإنسان الأخرص أو كما نقول الأبكم ما الذي جعله لا ينطق لا يسمع أنه لا يسمع فإذا فقد السمع فقد النطق بعدها طيب فضل لا أنا بس كنت عايز يعني أنا مش عايز طبعا أقطع الحديث الرائع فضلتك إنما أنا كنت عايز برضو سادة المشاهدين يسمعونا يعرفوا مدى يعني هنمية السمع وذكره في القرآن الكريم الحقيقة دايما القرآن الكريم يقرن ثلاث أماكن في جسم الإنسان ما يسيبهمش عن بعض إلا نادرة اللي هو السمع البصر الفؤاد الفؤاد ولكن المقدم المقدم وقت المتح إذا أراد الله أن يمدح الحواس فيقدم السمع على البصر على الفؤاد وإذا أراد أن يزم يقدم البصر على السمع فالسمع في ما يقارب بالعشرين أو ما يزيد عن عشرين آية الله سبحانه وتعالى دائما ما يقرنه بمتح ويقدمه فالسمع في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قدمه حتى خلقا هو الذي أنشأكم دي آية موجودة في كتاب الله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لا خد بالك آخر الآية تقول إيه قليلا ما تشكروا قليلا يبقى رب العباد سبحانه وتعالى يقول طول ما الآية دي موجودة إذن نحن لم نؤدي عبادة الشكر لنعمة السمع حتى الآن وحتى يفنى العالم يبقى لو لا أن شوف لما رب العباد يقرن ويقول قليلا ما تشكرون فالأمر خطير يبقى إذن حاسة السمع هي من الأهمية وهي من الخطورة بحيث أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك مهما تؤدي شكر هذه النعمة فلن تستطيع بأي حال من الأحوال طبعا أنا مش أخش في المجال الطبي وأنه حاسة السمع بتبدأ الأول أو بتبدأ الطين السمع هو إحدى الوسائل للهدوء يعني حضرتك إذا أردت أن تحيا هادئا إذا أردت أن تنام لازم رب العباد سبحانه وتعالى يسلوبك صفة السمع أولا يعني ممكن تنام وانت باصص ممكن أما إذا كان فيه دوشة جنبك لا يمكن بأي حال الأحوال إلا من تعود المتعودين على المكان والكلام ده رب العباد سبحانه وتعالى يتكلم عن أهل الكهف ويقول فضربنا على آزانهم في الكهف سنين عددا يبقى وسيلة الراحة الوحيدة اللي رب العباد سبحانه وتعالى امتن بها على أهل الكهف إن نسلب منهم السمع خلاص فضربنا على آزانهم أي جعلنا هناك حائلا بحيث لا تصل الأصوات إلى هذه الآزان فيناموا في هدوء تام فيناموا في هدوء تام تلتمائة سنة وتسعة فهذه من النعم الكبرى حضرتك الإنسان إذا أراد ربنا سبحانه وتعالى له أن ينام هادئا ينام من غير كوابيس ينام من غير أحلام مزعجة فعليه أولا أن سد عزاني أو يضع يضع الأسباب اللي حواليه إحنا بنقفل الشباك ليه علشان ينام في هدوء وأحيانا نروح لبتاع الألومتال ونقول له لا إحنا عايزين بالمواصفات الفرانية وحضرتك راكب العربية تضطر أحيانا لغلق النوافذ أو لغلق زجاج السيارة ليه علشان بتواجدش تسمع اللي حواليك ده السوائل على الطريق السريعة مولانا فضل لو ما شغلش الكاسد هو ماشي حينام اللي بيسوق أداني الفجر وقبل الصبح في تغيير المناخ من الليل للنهار لو ما شغلش الكاسد حينام فدي نعمة نعمة إن أنا مسمعش وبالتالي أنا أستريح من جزء من شعوري وإحساسي وبالتالي أقدر أستخد مولانا إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى منع علينا بخمس حواس نعم الشم والتزوق نعم والسمع ودولة يمكن قريبين لتخصصي أنا كاستشاري أم في أذن والزملائنا وعندنا الإبصار وعندنا حسة اللمس أو التوتش ودي الحواس الخامسة اللي ربنا سبحانه وتعالى منع علينا بيها ولكن يقال إن في حسة سادسة عند المرأة نعم يقولك الست دي حسة سادسة دي حسة بجزهة دي سمعت دي دي يعني احكييه يا مولانا للقصة هو صحيح ده حضرتك أنا بنسمي الخواطر الطيبة وأحيانا الخواطر ما تبقاش طيبة فالمرأة انت عارف يا أستاذنا الحبيب بيقولوا في النظرية العلمية أنها تمر بمراحل ولكنها تتوقف عند مرحلة أخيرة مش موجودة عند الإنسان الراجل اللي اخترع الزر حضرتك لو عايز تخترع جهاز أي إنسان في عملية إبداعية يبقى عنده كل حاجة بدأ من حيث بدأ الآخرون عارف يعني إيه فيزياء وخواص المواد وعارف يعني إيه كيميا وخواص السوائل عارف كل حاجة ولكنه يعقب كده في مرحلة سكون قد تطول أو قد تخسر لحد ما يجيله ما يسمى الإلهام عند الأنبياء يسميه الوحي أما عند العلماء يسميه الإلهام فالستة خلاص أحيانا يجي لها الإلهام بشيء طيب أو بشيء تخاف على ابنها وبعدين يجي لها حدث معين تخمين إنه ممكن يكون حصل له حاجة وتوافق ذلك فالحاسة السادسة موجودة عند النساء زي ما حضرتك تفضلت أكثر ولكنها موجودة عن توقع الخير وتوقع الشر موجود عند البشر المؤمن وغير المؤمن ويمكن حضرتك دي كانت موجودة عند النبي كتير يعني النبي يرى يرى خيال من بعيد أو لا يرى إنسان ويقول كن فلان كن دكتور خالد فجأة كده بعد دقائق يرى الدكتور خالد جاي راكب عربيته أو راكب مقته فهذه مما أوضعه الله من الأسرار الأسرار التعجيزية يعني ليه علشان ما فيش حد يعتمد على الأسباب فقط لا يعرف إن فيه قدر لله قد تعتمد على كل أسبابك وهذا مطلوب وإن لم تفعل ذلك فأنت ملاب وأنت مؤاخش سرعا يوم القيام أما رب العباد يقولك أنا ليه حتد بقى أنت لأعتقد أنت توصل بقى بأسبابك وأنا مسبباتك ولكن هي أمور رحمانية ربانية مولانا يقوله مثلا الشيخ محمد حمودة ده سمعته كويسة البنت دي سمعتها كويسة أي أهلها ناس طيبين ما تروحوا تخطبوها لابننا قصة السمعة دي هل هي جاية من السمع؟ أنا سمعت عن الراجل ده كلام كويس يبقى سمعته كويسة وذكرى طيبة والناس كلها بعد حتى وفاته تتكلم عنه وتقول يا شوفوا الراجل ده ده كان كذا وكذا إيه السمعة مولانا؟ أقول الله يا أخي أنت أسئلتك أسئلتك تدل على علم كبير خالص بالفعل الإنسان معظم الأخبار التي يتلقى أنت عارف أن السمع أوسع دائرة من البصر حضرتك البصر لن أرى إلا أمامي بالكاد أرى الجانبين يعني في خط مستقيم أو بعض فين حناء معين أما أنت السمع يرى جهات الإنسان الكام؟ الستة إذا ما تخليها سبعة مشيها سبعة عشان خاطف آه سبعة يرى من فوق يسمع من فوق من تحت عن يمين عن يسار خلاص يبدو دور ستة لا فيه العمق بقى يعني ما أنا باسمع بطني وهي بتكاركب يبقى عندنا الناس تقول الجهات ستة ولكن إذا كان فيه مجسم فالمجسم يضيف بعد آخر إيه البعد اللي هو العمق أنا باسمع بطني وقول له بطني بتكاركب بطني بتزغم بطني فيها بطني فالسمع طبعا حضرتك وسيلة رئيسية في تلاقي الأخبار عن النفس وعن الناس فالأخبار عن نفسه ولكن دي محتاجين فيها ضابط يعني قالوا لسيدنا علي ما الفرق بين الحق والباطل؟ لو سألت الدكتور خالد وقلت له ما الفرق بين الحق والباطل؟ هيجاوب إجاباته لكن سيدنا علي كان عبقري كانت اللغة عنده خطيرة فقال الفرق بين الحق والباطل أربع أصابع قال له أربع أصابع؟ فقال نعم فرح حطت إيده في هذا المكان فهدي الويد وهدي العين فقال أنه أحيانا الأذن تسمعه باطل؟ أنا أسمعه ده صوت فلان اللي كان بيكال طلعت في حدثة والقاضي بيستشهد بيه فقال لي أنت جزمت أن العربية دي ماركت كذا ومش ماركت كذا يقول له لا أصلي دي طقرت مطورها بالطريقة الفلانية مطور دي هادي مطور ده خشن دي عربية جاز دي عربية فدي حضرتك شهادة عظيمة الإنسان يعتمد فيها على سمع كذلك سمعة الناس أيوة سمعة الدكتور سمعة الشيخ قد يأتيك واحد لعنده دين ولعنده ضمير وهو منافس لك في المه فهو عايز يكسر الدكتور خالد بأي وسيلة فيبتدي يستغل العضو الحساس جدا هو السمع يقعد في كل مكان لا ده 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 خرم طبلة ده بوز من أخير واحد وكذلك يجي على على الشيخ لا هو ما بفهمش حاجة لا ده ما بفهمش فحضرتك وسيلة السمع هي أحد الأدوات الخطيرة التي ينبني عليها أحكام قد يضل بها الإنسان وقد يهتدي يعني على كده السمع ده يا مولانا مش عملية بس كده فيسيولوجية أسمع صوت وأركبه وترجمه إلى إشارات كهربية وتوصل المخ وأفسره ده السمع ده جزء منه كبير إدراك طبعا يعني أنا أسمع الحيوان بيسمع ولكن يدرك لا يدرك إلا شهواته بس المطلوب له إنما الإنسان نعمة السمع عنده مش مجرد أن يسمع ده يسمع ويدرك ويبقى كمان لها أحاسيس داخلية عنده حضرتك عندما نأتي بالتليفون الموبايل لأول مرة التليفون أول مرة كده يروح ويجيبين لك موضوع الضبط يقول لك عايز صوت هول عايز صوت سينما عايز صوت مصرح عايز صوت فيه خرير مية عايز صوت فأنت حضرتك هذه معدة يستخدمها كل من يسمعون الآن أول ما بيضبط يضبط الأصوات هو عايز الصوت عايز أنه نغمة عايز نغمة طويلة عايز نغمة قصيرة يميز حاطة نغمة للستة ولدها حاطة نغمة للزميل في الشغل فحضرتك هذا التمايز بين الأصوات معروف معروف أنه لو ألقى بحجر يعرف أن هذا الحجر ألقي في بئر ولا ألقي في نهر ولا ألقي في بحر ألقي على صلب أم ألقي على تراب فحضرتك التمايز الأصوات هذه معروفة ويمكن طبعا الطفل في بداية حياته يميز بين مين الأول يلقط أمه الأول ليه لأنه هو سمع صوتها كتير سمعها هو جنين سمعها هو جنين داخل راحب أمه سامع بالضبط ثم بعد ذلك يبتدي بقى يلمس مع أبوه بعد كده لما يحصل له إخوات فحضرتك هذه وسيلة كبيرة للتمايز بين الأشياء وبناء الأحكام التي يحكم بها الإنسان هو على أنه سمع بالطريقة الفرنية سمع صوت عالي سمع صوت وعندنا طبعا حضرتك لما ربنا أراد أن يميز بين الأصوات المنكرة والأصوات اللي الطيبة فقال إنه أنكر الأصوات لصوت الحمير فخلاص ونعلم أطفالنا في بداية حياتهم تعالى ده صوت إيه؟ هذه تعليم كبيرة فضلت الشيخ ناخد اتصال من أم شايماء في الفيوم أم شايماء سمعين حضرتك يا أم شايماء الاتصال قطع نستكمل حديثنا فضلت الشيخ فحضرتك برضو في التمايز بين الأصوات هناك فرق كبير جدا بين أنه يستمع إلى نداء استغاسة الحق يا فلان هذا نداء استغاسة إنعكاسه على عضلاته وعلى جسمه يختلف عن صوت آخر حضرتك كمية الجسم مرهونة على أنها تسمع لو أنا نرفست حضرتك دلوقتي قلت لك أنت مش دكتور خلاص الجسم يضايب لو أنا قلت لك ما شاء الله عليك يا دكتور أنت أسعد فتسعد وبتضحك فالسمع أداة خطيرة السمع حضرتك عامل زي موج البحر يعني أي أثر تلقيه في البحر يبان بعدها على طول عشان كده أنا سألتك فضلت الشيخ أن هذا الأثر كمان لا يختفي باختفاقه نعم يعني الأثر الوحيد يعني النهاردة مثلا أنا ديت واحد في نوس خاتها حطها في جيبه وصرفها اختفت لكن الكلمة اللي بتطلع ببتختفيش عشان كده بنقول الصمعة إن فلان ده سمعته كويسة هو مش موجود معنا لكن إحنا جيبنا سرته أثناء الحديث فلان الفلاني لا أولا تاخد بنته ده الراجل ده كان وكان وكان وسمعته في الحتة دي مش قد كده لكن البنت دي كويسة لكن سمعة أهلها مش قد كده السمعة دي هي اللي بتبقى بعد الكلام ما يختفي من أذن البنيات الحلقة إحنا النهاردة مخصصين للسماع مولانا عشان نواري المشاهد الكريم نعمة السمع وكيفية المحافظة عليها فأنا برضو عايز حاجة تقول لي في قرآننا الكريم ما هي تعاليمنا للمحافظة على هذه النعمة ودي نعمة لن نحصل عليها إذا فقدناها مرة أخرى وكثيراً ما نواجه يومياً مرضى فقدين السمع وبيبقى عليهم القصة من الصعوبة التواصل مع إنسان هو مش قادر يسمعها هو حضرتك طبعاً رب العباد لما أنعم على الإنسان أولاً أحكمنا البشرية الخاطئة المخطئة من خطايانا إننا بنصنف الناس درجة أولى درجة تانية فكل من فقد حسن نحطه بقى لا يروح يتجاوز يقولوا أسلم ما بيسمعش يقعد مع الناس يسخروا منه فمن النعم الكبرى إن حضرتك تعامل في المجتمع لو أن سمعك سليم تعامل في المجتمع على أنك من الطراز الأول وأنه ما عندك أي نوع من المعاين نعمة السمع حضرتك وأنت يعني أعلم تسبقني بالخطوات في هذا أنها مركبة من نعم زي نعمة العين فنعمة السمع مركبة من نعم فليلت الشيخ أخدوا المعزة من السويس المعزة يا سيد المعزة سلام أنا سامع حضرتك تفضلي سلام عليكم عليكم سلام عليكم وبركاتكم تفضلي يا معزة ممكن بس أوجه سؤال بالشيخ تفضلي الشيخ ما يا حضرتك سامع ما ما نفسي شيخ أنا كان فيه ظروف يعني بالنسبة لكورونا وكده فاتبقيت إن أنا أروح للدكتور يعني غير مسلم الدكتور غير محرم آه آه سهل علي وزر يعني يعني وزنب يعني أنا سهل الأمر سهل طيب حنجوب حضرتك حالي خليك معانا أستاذ عزة وبرضه لو في حد من عند قريبك أو جيرانك سمعنا وعنده مشكلة في السمع يا ريت لإن إحنا معانا شركات راعية تستطيع أن تساعدوا في إيجاد معينة سمع أو سماعة طبية مهما كان تمنها في مساعدات جيدة في برنامج مدين المستشفى نتمنى اللي سمعيننا يستفيدوا منها اتفضل مولانا فحضرتك هذه النعمة الكبيرة مركبة من نعم داخلية يمكن حضرتك تعرف أنه أحيانا توازن الإنسان يختل طبعا فخلاص نذهب إلى الطبيب أنا مش مركز أنا توازني فانظر إلى هذه الأداة البسيطة التي قد ترى بصعوبة أنها تسبب اختلال توازن الإنسان ولا يكون متوازنا ولا يسير سيرا محكما دقيقا إلا إذا كان عنده هذا الأمر هذه النعمة الكبيرة هي التي كانت تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوميا عندما يستيخذ من نومه من ضمن أذعيته اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في سمعي فكون النبي صلى الله عليه وسلم يوميا لا ينسى أن يدعو ربه ويقول اللهم عافني في سمعي فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذه الحاسة الخطيرة رب العبادي سبحانه وتعالى عاب على كل من كفر فقال ولهم آزان لا يسمعون به الحاسة موجودة والنعمة موجودة ولكنه أعرض عن سماع الحقي واستمع إلى البطل هو بيسمع وغير مدرك ما يسمعه صحيح لا يفسر من هذا لأن من الكفر بتاعه مش قادر يفهم أن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى مولانا عايزين نجواب على السيدة الفضيلة اللي كلمتها هي راحت لدكتور أثناء الكورونا وتقول أنها راحت بدون محرم هل عليها وزر ولا لا حضرتك المحرم في السفر الطويل يعني معلوم أن المرأة إذا سافرت رب العبادة يا دكتور خالد المرأة إذا خرجت خروج وانقطعت عن مكان سكنها فأصبحت محاطة بالمخاطر مخاطر بشرية ومخاطر الطريق فخلينا أتكلم بلغة الجماعة فربنا يعمل لها بوديجارد حارس خاص به البوديجارد بقى تخيل هي الناس ظنين أن الست تقدم وأنها هي بتاعة المطبخ وبتاعة لا لا في السفر لابد من وجودي أحد محرمها أحد محرمها ليه لأنها محتاجة لما تنام في السفر حد يغطيه حد يأخذ باله منه حد أمين نظراته إليها ليست نظرات ريبة ولا خيانة فالأستاذ طالما أن الطبيب جنب البيت أو الطبيب في البلد المجاورة فيجوز لك أن تخرجي لأن المرض قال فيه ربنا سبحانك وتعالى قولا شافيا بليغا ولا على المريض يحرج المريض وأنت في الحالة العادية لا تخرجي إلا مع من يحرسك مع من يرعاك أما إذا كان المرض مؤلم فعليك أن تذهب إلى الطبيب والله رفع عنك الوزر مولانا الجنين في بطن أمه يسمع صحيح يقال أن الصوت اللي هو مألوف قوي بالنسباله صوت دقات القلب لأنه هو طبعا داخل تجويف بطن أمه في الرحم فسامع قوي دقات القلب ولذلك لما الطفل في الساعات الأولى بعد ولدته يتجه دايما ناحية السدي الأيصر لأنه هو ده اللي كان سامع فيه القلب هو ده اللي يأنس ليه يألفه يألفه سبحان الله الحاجة التانية الطفل بيسمع أمه وأبوه أثناء وجوده داخل راحب أمه صحيح وبالتالي بيتعرف عليهم لما يجوا في أول يوم ويومين وثلاثة يشلوه ما بينزعكش بعكس الأول ممرضة أو حد غريب شعر لكن أنا عايزك تكلمني يا فضلك الشيخ عن قصة الآزان في أذن المورود ساعة قلب نعم هو من نعم ربنا الكبرى أنت عارف حضرتك كل ديانة ولها تقاليد في استقبال الموليد فهناك من يزعجه وانت عارف عدتنا الشعبية التي توارصناها دقل هون واللي احنا حضرتك طبيا بتمنعه وأنا شرعا أقول أن هذا ما الأمور التي يجب أن تحجب من حياتنا فكل جماعة بشرية لها في استقبال المولود كلام خاص به عندنا من استقبالات المولود عندنا أنه بعد أن يخرج من بطل أمي أول ما استلمه من الممرضة بعد ما اتضفته وهيئته ووضعت له ملابس المهد فعلى طول أطيب حد فينا الصالح فينا إذا كان أبوه صالح يغدو إذا كانت أمه صالحة تغدو واخد بالك بقى الأزام والإقامة لا يشترط فيها طهار عشان ما تجيش الأمهات اللي سمعيننا دلوقتي تقول لا أنا مش هدن عشان أنا مش في بعد الولادة في موضوع النفاس طبعا فمن السنة أنه أطيب حد موجود فينا يحمل هذا الجنين أو هذه الجنينة إن أضفنا لها التأنيس ويؤذن في أذنها اليمنى ويقيم الصلاة ما كان يكتفى باليوم لا لا يؤذن في أذنها اليمنى أو في أذنه الأيمن ويقيم الصلاة في أذنه الأيصر أو اليسرى هذا من باب التعويض على سماع الخير وإنه في صوت خفي هيتلقاه ما من مولود يولد إلا ويلكزه الشيطان في جنبه ويصرخ في أذنه فنحن نبادر إيه الحجاب اللي يطفش الشيطان ما يجيش يامة المولود أبدا الأزان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع إلى الأزان تولى ويسمع له حاجة بقى مش عايزة أقوله على الهواء فإذا منتهى المؤذن سوا يرجع تاني عنده إصرار غريب على أنه يؤذي البني آدم وخاصة هو عايز يعمل عقد من أول يوم من أول لحظة مع هذا الجنين فرب العباد سبحانه وتعالى ألهم نبيه ونقال له نعمل حراسة نحط صور الجنين الجميلة اللي احنا عمل لها صور فصور الإنساني من الشيطان لابد أن تؤذن في أذنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويلكزه الشيطان في جنبه إلا عيسى بن مارين ليه بقى؟ لأني قيل له وإني أعيزها بك جدته أعزته من قبل أن يولد فحضرتك حراسة المولود من أن يؤذى سمعه ومن أن يؤذى في حياتي أن نؤذل له في اليمين ونقيم في اليسر فضلت الشيخ الدكتور محمد محمودة حديثك ممتع وشيق عندي على الإيربيس أكتر من تليفون لحضرتك ولكن وقت البرنامج الحلقة قارب على الانتهاء معانا فقرة أخرى مع الدكتورة راندا بعتذل لحضرتك بس أتمنى يعني بالنيابة عند مشاهدينك الكرام اللي بيسمعونا دلوقتي ومستمتعين بحديثك أنني كل لنا لقاء جديد متجدد إحنا كل أربع موجودين نتشرف بحضرتك بإذن الله في أربع قادم بإذن الله أعزائي المشاهدين فاصل قصير وأنا أعود لحضرتكم مع الدكتورة راندا ظافر استشاري السماعيات بمستشفى الشرط